موسيقى سحر رمضانكم و مرحبا بكم في سحر ماج راننا نرفقكم كل يوم مواضيع على الصيام الصحة و التغذية إذا تابعتوا الحلقة على اليوم عليكم راحين تعرفوا وشنو هي الاختلافات اللي كانت في الصيام بين المرأة الحامل واللي تردع وبين بقية الناس موسيقى في رايكم المرأة الحامل انسنت و اللي راي تقوم بالردع تقدر تصوم بلا ما تدر نفسها و بلا ما تدر ولدها هذا صحيح با كونديسون بيانسور تباع الإرشادات المهمة اللي راننا راح نمدهم لكم مادام وإلا كنتي حامل فطورك لازم يكون فيها الخضرة الحبوب واللحوم باش هكدا تعود المعادل والفيتامينات اللي استهلكتها خلال اليوم وطريقة الطياب بتاعك لازم تكون صحية باركزون طيبة على فابور وشوي ما تخليش ركزي مادام على الأطعامة اللي فيها لزاف الكالسيوم كما الحليب والدغيب التوعو والأطعامة اللي فيها نسبة كثيرة من السوائل بالنسبة للصحور من الأحسن تأخري صحور بتاعك اللي بلوس بوسيب يعني قدر المستطاع وكولي وجبات صغيرة بالفطور وصحور كما الفاكية وشور بي الماء بزاف حداري مادام إذا حسيت روحك عيتي بزاف وعندك دي كونتخاكشون يعني انقباضات مؤلمة في الرحم وشفتي روحك مازدتيش ولا ملقصتيش في الميزان حبسي السيام إميدياتم وروحي شوفي طبيب تاعك إن شاء الله هنكونوا فتناكم تقدروا تعودوا تشوفوا صحة ماك سورة انترنت فيسبوك ولا يوتيوب مبقى لي غير نقولكم تعالوا في صحتكم أبقوا على خير تيزان سان تيفي الطبيعة في كاس تيزانة جودة ماكفار ترجمة نانسي قنقر